والقلمة مؤثرة من يعتقد أن كلمته لن تكون مؤثرة هو واهم ولكن الكلمة مؤثرة بشكل كبير جدا رغم حالة التضييق والخناق اللي موجود على السوشيال ميديا وهو تضييق وخناقة متعمد ولكن عدد من الرياضيين وعدد من نجوم النادي الآلي في الفترة الأخيرة كان لهم خروج بارس جدا من خلال صفحتهم سواء على الانستجرام أو على تويتر أو حتى على الفيسبوك يمكن هستعرض تويتر لمحمد عبد المنعم مدافع النادي الآلي وغرد وكتب العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للأطفال والأبرياء في غزة تحت أنظار وأنوف المجتمع الدولي برمته مدينة بأكملها محصرة منذ أكثر من عشر أيام وتمارس كافة الانتهاكات بحق أهلها ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعية والأسلحة والغازات المحرمة دوليا أطفال يقتلون بدم بارد ويقتل النساء والرجال أمام أعين الأطفال وتهدم المنازل والطرق ويحرمون من المال والقهرباء والوقود وأدوات الإغاثة يقتلون المصعفين ويطالبون المدنيين بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف أثناء الخروج كفى ظلما وقهرا اقتزت المدينة بالموتة وكانت رائحة الدم تفوح في كل مكان ووضعت الجسس في ثلاجات الطعام أي ظلم بعد كل ما نراه فهل يرى أصدقاؤنا غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا هل يحكمون ضمائرهم هم يتغلبون على الإنسانية كما يطالبون مننا دائما هل العادات والثقافة لا تدين وترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث نقول لكم إن فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحقوق قدم شعبها المستضعف آلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته إلى كل شعوب العالم كفى صمتا وخوفا وتبريرا لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي أوقفوا القتل وعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية ومن أجل حق الأبرياء في الحياة حسين الشحات كتب على حسابه أيضا ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين عليك فقط أن تكون إنسانا حسبنا الله ونعم الوكيل اللي بيحصل ده حرام أقسم بالله الواحد حاسس إنه بيحلم والله ما عارف أنام حسبنا الله ونعم الوكيل أيضا محمد الشنوي حارس مرمى منتخبنا والنادي الأهلي كتب وغرد اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم لقوا الله لك الله يا غزة اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها اللهم إن استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيخها وشبابنا وأطفالها اللهم إنهم مجلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب رحم الله شواداء غزة وربط على قلوب أهليهم من كل شر إن لله وإن الحكم من الصابرين وحزبنا الله أيمن أشرف كتب ورب الكعبة سينصر الله أهل فلسطين هذا وعد الله لنا ولن يخزننا الله ولا ينتصر الباطل على الحق أبدا بل على مر التاريخ الله ينصر الحق دائما سينصرنا الله لو بعد حين وسنصلي يوما ما في القدس لكن الآن على حكام العرب جميعا أن يتحدوا ويتحركوا وعلى الشعوب العربية أيضا أن تتحد لك أن ينصرنا الله علينا أن نتحرك جميعا عمر السلية غرد وكتب الواحد مش عارف يكتب إيه يعبر عن اللي جواه بننام وبنصح على مجزرة جديدة في حق إخوتنا في غزة إبادة جماعية لشعب بيدافع عن أرضه عن حقه عن شرفه والعالم كله بيتفرق من بعيد ودول مش شايفة اللي بيحصل ويجوا يتكلموا عن حقوق الإنسان وحرية الرأي أنت حتى بتمنع الناس تقول رأيها الحقيقة اللي دول كتير بتزيفها وبتحجبها ما يعرفوش أن فيه ربنا شايف ومطلع على كل شيء ما فيش حاجة أقدر عملها غير أن أدعي ربنا هو وحده القادر على الصهينة والقتلة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئداتهم هواء كابتن حازم إمام وفي تغريدة كتب القضية الفلسطينية تعيش تعيش في وجدان كل مصري ومن لا يدرك هذه الحقيقة عليه مراجعة التاريخ جيدا والغوص في تفاصيله المختلفة ومراجعة ما دار داخل الأسر المصرية الصغيرة والكبيرة بالأمس عقب القصف الغاشم للمستشفى الأهل المعمداني وسقوط الضحايا بالمئات ما حدث وتناقلته الشاشات أمام أطفالنا ينزركم جميعا بجيل يقره العنف ويقره مصدره ومن خطط له ينزركم بقراهية لن تقوى قوتكم على السمود أمامها كل الدعم للأشقاء في غزة كل الدعم للأشقاء في فلسطين جمهورية مصر العربية تقف حائط صد أمام هذا العدوان الغاشم وبإذن الله إن شاء الله ستزلزل الأرض تحت أقدام الكيان الصهيوني المختل بإذن الله ربنا قادر على كل شيء فاصل ثم نواصل موسيقى